السلام عليكم. تم صباحة اليوم تدشين وحدة جديدة لانتاج مستلزمات طبية بولاية تيليمسان بمعيد وزير الصناعة الصيدلانية سيد علي عون وولاية تيليمسان. وهذه الوحدة جديدة متخصصة في صناعة الخيط الجراحي في الأوبيراتور وكذلك الحقن بالخصوص السورنك ومستلزمات أخرى في ميدان التمريض والصحة. وبمناسبة هذا التدشين أريد أن أفتح قوس لأحيي السيد علي عون واحد من رجالات الدولة الجزائرية والذي كان له الفضل الكبير في تأسيس الصناعة الدوائية في الجزائر منذ أن كان المدير الأول المدير العام الأول لشركة صيدال والذي كان يعني يعني البيونيي إولا الفنداتور هو واحد من المؤسسين من طعال الصناعة صيدالانية الوطنية في الجزائر. إذن نحييه وأحييه فيه الإخلاص وتفانيه من أجل الجزائر. ونعرف يعني بالبعد لما يعني مع العصابة التي أزاحته عن ميدان الدواء لكي تفسح المجال أمام المستوردين والتجار الدواء في جزائر والآن يعود من الباب الكبيرة والذي أصبح الآن وزير للصناعة الدوائية في الجزائر وهذا دليل على أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الميدان بأن حقصت وزارة كاملة لإنتاج الدواء يعني أغلب الميدان الدوائي هناك وزارة كاملة قائمة بذاتها بغض النظر عن الوزارة الأخرى المتكلفة بالمستشفيات والصحة في يعني هو ميدان مكمل للميدان هذا إذن نكتفي بهذا القادر والسلام عليكم